السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالنهاردة معدنا مع اقوى موقع لدارة المشروعات. زي ما هتشوف دلوقتي. الموقع اسمه rike.com. اول ما بدخل بيقول لك طيب حدد التمبليت اللي انت عايز تشغل عليه. هل انت عايز تشغل على جاي التيمورك ولا عايز تشغل على بروجيكت وز ديمنتس هتعرف ايه اللي قبل و ايه اللي بعد. طيب خلينا نختار. وقولو ايه يوز تمبليت. طيب المشروع بتاعك اسمه ايه? وهيبدأ امتى? وهيبدأ هينتهي امتى? طبعا اي مشروع لازم يكون لبداية ونهاية. تمام? واختار عايز تحطه ده حاجة شخصية بجنتة. تمام? والله مع الناس اللي معك في قبل المشروع. بقولو كريات. وبعدها بيبدأ يشرح لك طريقة الشغل. فانت هتلاقيه هو ده مسلا المشروع. وبيتقاس من بعض الاجزاء. فانت ممكن تيجي مسلا تقول له هنا. انا عايز اضيف مشروع تاني او فولدر تاني. ولكن مسلا مشروع ده هو تسميه مسلا ار. هيبقى عايز يبقى ان يشاكل من الاشكال. وبداية وامتى? خلي بقى هو فعلا بتعامل مع مشاريع. بش مجرد اسمه خلاص. تعال? عايزوا على هيت بورد بالشكل دوت ولا تايم لاين ولا ليست ولا ايه? اقول له مسلا تايم لاين. فبيقول لي بقى ايه? اعمل سنة مشروع مسلا للشكل دوت ايضا. طيب. دولة تبقى كل مرة تبدأ بقى ايه? تقول له انا عايز اضيف اه اولدر لتوظيم. عايز اعمل شير مع الناس. لو معكز حد تيم بتاعك. تبدأ تعمل لهم اد زي ما انت عايز. تقدر تتغير اللون تعمل لدوبليكيت من المشروع اللي انت شغلها علي. طيب. ادخل المشروع بداعي. عايز تبدأ تسك جديدة. ادوس شفت. وتروح دايس. ابدأ يعمل لك تسك. يقول لك طب تسمي تسك دي ايه مسلا. وليكم مسلا هتشتري انت حاجة. ايه دي حاجة دي ده هتبقى امتى? وهل فيها سبط تسك جواها? هلها عايز تربطها بملف تاني? هل في حاجة قابليها وحاجة بعديها? طول مسلا ده في تسك قابليها في تسك بعدها. لازم التسك دي تخلص قبل ما دي تبتدي. وهكذا. زي برنامج بس على صغير شوية. هيتعود ادي ايه? تعم? هتقدر تضيف اكتر اكتر من 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 مهمة وتقدر تغير سهولة جدا زي ما تشايف من المهام. عايز بعارف اديها تخلص امتى? ممكن تقول لن دي كريتيكال باص. خلي بالك منها اديها شكل معانا عشان نعرف ان ندي فيها مشكلة. نحوض نحن نلتزم بالمعاد فيها. عايز تعمل شير للتايم لاين بالفول ضرف. البرسونال اهوت تقدر تضيف اي مهمة وتقدر الناس تكتب كومنتات على الحاجة اللي انت هتعملها. يعني مثلا دي دي البرسونال عند مسلا مهمة. وليكم مسلا هتصل بحد. وميتنج مسلا. دي في حاسة شخصية. تقدر بها برضو تحدد منه تتعمل قتاش للفايلات. تخلي في حد قبليك او حد بعديك او تبعت اللينك ده لحد لو انت عايز. فهو يعني موقع ممتاز جدا عشان تدير الفريق بتاعك وممحصلش لغباتة لان اللي بيحصل. اه اني بيبعندك كزا حاجة في نفس اليوم فبتبقى مشتت قتصل بداية او لتصل بداية وممكن تنسي حد وممكن اه معلومة متوصلش لحد او حاجة مطلوبة منك ومهمة بس اهملتها. فان شاء الله الموقع يجبكوا وتعتمدوا عليه. اشتركوا في القناة